نحن بالأخلاق نورنا الحياة نحن للحق دعاة ورعاة نحن بالأخلاق نورنا الحياة نحن للحق دعاة ورعاة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحييكم إخوتي المشاهدين في برنامجكم أخلاقنا والواقع علو الهمة يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح الإمام مسلم من طلب الشهادة بصدق بلغاه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه هذه للرجل صاحب الهمة العالية الموثجا سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه ضيفنا لهذه الحلقة الدكتور حسن خطاف دكتورة في العقيدة الإسلامية نائب عميد كريت الشريعة في جامعة حلب سابقا أهلا وسهلا بك مرحبا بكم حياكم الله دكتور موضوع علو الهمة موضوع كبير لنبدأ ما هو المقصود به علو الهمة الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين علو الهمة أمر معروف من المعانه هو ألا يكتفي الرجل بما عليه أقرانه ألا تكتفي المرأة بما عليها أطرابها يعني الأشياء التي طلبها الشارع مننا سواء في الجهاد في العبادة في المعاملات في ما هو مباح على الأقل ألا نكتفي بما يسير عليه الناس وإنما نسعى إلى المراتب هذه هي الأولهمة وممكن أن نأخذ مثال على ذلك الآن التحصيل العلمي التحصيل الدراسي بعض الأشخاص عندهم يكتفون بالمراتب الدنيا لو نجح لكتفى لو أخذ علامة خمسين أو خمسة وخمسين يقول لك الحمد لله هذه علامة كافية ولا يتطلع إلى المزيد لكن هناك أشخاص إذا سبق بواحد أو باثنين ترى هو يتحسر لأنه هو في الأصل يريد أن يكون رأسا لا يريد أن يكون في الوسط إذن علو الهمة أن لا ترضى أن تكون في الخلف وإنما أن تكون في المقدمة في كل ما هو مباح على الأقل في العمل في النشاط في الحركة ولا سيما في الأشياء التي طلبها الشارع في العبادة في الجهاد في الإنفاق بحيث لا تسبق من الآخرين حبنا أن نقف عند نمعات لجوة وصور فيما ذكرت مثل علو الهمة أخي الصور كثيرة جدا يعني لو بدأنا بالنبي عليه الصلاة والسلام الذي نتعلم من هو علو الهمة لاحظ أن مصطفى عليه الصلاة والسلام نشأ في بيئة جاهلية يعبدون الأصنام يأكلون الميتة خرج النبي صلى الله عليه وسلم من بينهم ومن حوله يسعى إلى وعد ما جاء به مصطفى عليه الصلاة والسلام يقول هكذا متحديا والله لو أضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه أية همة هذه همة عالية تناطح الجبال ولذلك يخاطبه ربنا فاصبر كما صبر أول العزم من الرسول أخي هذه همة عالية إذن همة في الجهاد همة في الصبر همة في التضحية أنس بن النظر رضوان الله عليه صاحب همة عالية فاتته غزوة بدر وعاهد الله لأن أدركته غزوة أخرى يقول ليرين الله ما أصنع وعندما جاءت غزوة أحد ونظر إلى الصحب الكرام وقد ترك البعض منهم منازلهم كما حدث مع الرمات ثم نظر إليهم وقال اللهم إني أبرأ من هؤلاء ونظر إلى المشركين وقال اللهم إني أبرأ من هؤلاء ثم هجم على المشركين واستشهد في سبيل الله تعالى فوجدوا فيه أكثر من ثمانين إصابة أية همة أخي هذه إذن همم عالية صور همم كثيرة جدا في طلب العلم في الإنفاق في غيرها إذن مطلوب منك نحن اليوم أن تكون عندنا همة عالية ولا سيما أخي لا سيما في الثورة السورية حقيقة الهمة العالية في الثورة السورية كانت واضحة كانت بارزة يعني شباب صبية يخرجون هكذا على نظام له أربعين أو خمسين سنة جذوره في الفساد جذوره في القتل جذوره في التدمير وهم لا يملكون شيئا وها قد تخلى العالم أية همة هذه همة عالية نريد أن نميز بين علو الهمة وبين الانفعال يعني البعض يعني ينفعل يعني هل هذا هو علو الهمة؟ لا أخي الانفعال شيء غير مدروس الانفعال يأتي شيء يأتي فجأة يأتي دفعة واحدة ربما يأتي هكذا فترة ثم يخبو أما علو الهمة هو شيء مدروس حقيقة شيء مخطط شيء منظم له أنت ترى فلانا أنت ترى هذا المجال تريد أن لا تسبق في الإنفاق في سبيل الله تريد أن لا تسبق في التهجد مثلا تريد أن لا تسبق في قراءة القرآن هذه علو همة لكن الانفعال ممكن لحظات مثل غليان الماء ثم بعد ذلك لا هذه ليست همة هذه وإنما هذه حركة انفعالية ثم بعد ذلك تموت هناك أسباب لعلو الهمة حب ذا أن نذكر بعض الأسباب التي تجعل الرجل صاحبهم معاريا يعني من أبرز هذه الأسباب أنا الشخص لا ينبغي أن يعيشها كذا يعني دنيا يعني ينبغي أن يتميز حقيقة تميزا ليس ترفعا على الآخرين ليس تكبر على الآخرين هو ليس رقم أخيه الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان لتكون له بصمة في هذه الحياة إذن لا ينبغي أن يرضى الإنسان أن يعيش هكذا أن يعيش ذيلا للآخرين أو أن يعيش من غير أن يعرف هذا لا يعني مرة أخرى أقول يعني مرة أخرى أقول لا يعني الرياء لا يعني التكبر لا وإنما خلقك الله سبحانه وتعالى لتكون خليفة في هذه الأرض إذن خليفة أن تخلف أن تكون خليفة في العدل في الصدق في الأمانة في الإنفاق في هذه الأشياء التي تحتاج منا إلى علو في الهمة فالإنسان حقيقة ينبغي أن يكون له أنموذج قدوة ولسيما أن الشريعة نحضت على علو الهمة ورسول الله صلى الله عليه وسلم والصحب الكرام تميزوا بهذه الأشياء البعض يذكر أنه من أسباب علو الهمة مسألة الدعاء يعني نحن اليوم أخي الإنسان ضعيف فأنت عندما تعلق نفسك بالله سبحانه وتعالى عندما تطلب من الله متضرعا أن نقويك الله نشجعك الله ونصبرك الله إذن أنت تطلب من القوي فإذن تشعر أن قوتك هي دون ما تريد الوصول إليه سواء كان علم أو مال أو إنفاق جهاد أيا كان إذن لا شك أن هذا يعطيك دافعا أنت ترتبط بقوي لا تقف دونه الجبال أخي لا يقف دونه أي سبب فالتضرعك إلى الله سبحانه وتعالى هو دافع لأن يعطيك الله لأن تكون من المنازل العليا في الهمة العالية نأتي لتتمت هذا الموضوع مع الفاصل إن شاء الله إخوتي المشاهدين فاصل ونواصل ابقوا معا أحييكم مجددا مشاهدين الكرام في حلقتي اليوم دكتور حسن كنا قد وقفنا قبل الفاصل عند موضوع أسباب علوه الهمة وقلنا من أسبابها الدعاء هل يوجد أسباب أخرى لعلوه الهمة؟ حقيقة من هذه الأسباب يعني شعور العبدي بأنه مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى بيّن أن يحسب الإنسان أن يترك سدى إذن أنت موجود إذا كان الإنسان موجودا فينبغي أن يكون مؤثرا تأثيره لا ينبغي أن يكون تأثيرا عاديا هذه هي علوه الهمة زد على هذا المصطفى عليه الصلاة والسلام عندما قال كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته إذن علوه الهمة عند الزوج أخي علوه الهمة عند الزوج أن يسعى في خدمة أهله وأن يراقب أهله وأن يحث مع طاعة الله سبحانه وتعالى يستشعر المسؤولية الملقاة المرأة كذلك أخي المدرس يعني حتى بما هذا الكراعي الغنم يعني كل واحد عندما يشعر أنه وجد من أجل مهمة وجد من أجل وظيفة إذن هنا هذا يدفعه إلى علوه الهمة ولسيما أولئك الحكام الذين أنيطت بهم مسؤوليات المجتمع إذن عندما يستشعر بأن هذا المجتمع أمانة أمانة بأن هذا المجتمع أمانة في عنقه حقيقة ينبغي أن يدفعه هذا إلى عظم المسؤولية وإلى عظم الهمة لكن مما يؤسف له أن الكثير من مجتمعاتنا اليوم ونحن نتحدث عن القادة والحكام يعني كان ينبغي أن يستشعروا هذه المسؤولية وأن تكون عندهم إلى همم عالية لكن هممهم عوضا عن أن تكون في إطعام المحتاجين وفي تعليم الناس كانت الهمم في مراقبة الآخرين وفي وضع اللصوص والأمن عليهم دكتور لاحظنا في الثورة السورية حقيقة رأينا نماذج كبيرة وحقيقة قامات كبيرة في مسألة الإنفاق رأينا إمرأة تخلع ذهبها وتضعه كله بين يدي المجاهدين رأينا أناس فقراء لا يبلكون إلا مبلغ معين زهيد قدمون رأينا أغنياء رأينا نريد أن نقف عندنا ماذج في مسألة الإنفاق أخي أنا ذكرتني بشيء وأنا حاضر عليه يعني شيئة كثيرة رجل في المسجد حقيقة يعني ساهما في الثورة خرج ودفع ثلاثمائة وخمسة عشر ليرة وأقسم بالله وهو يخرج أنه لا يملك في بيته ولا في جيبه ليرة عليها وهذا أنا شاهد على هذا الأمر إمرأة أخي أنا أعرفها يعني نساء كثر واحدة منها خلعت خاتم العرس وأنت تعلم كم هذا هو غار عند المرأة خاتم عرسها وثم الحلق الذي في أذان طفلتها قالت هذا أنا أستطيع أن أقدمه لهذه الثورة أليست هذه همة؟ حقيقة همة عالية جدا إذن نحن اليوم هناك نماذج كبرى أخي والسوريون كانوا محقيقة كانوا خير مثال لعلو الهمة شبابنا الذين خرجوا وقابلوا بصدور عارية بنادق أولئك المجرمين أليست هذه همة؟ الشباب المجاهد الآن عندما تراه لا تجد ربما لبسة كاملة عليه يعني القمص شيء والبنطار شيء والحذاء شيء هكذا وإن سألت عن بيته قد لا تجد في بيته رغيف خبز وهؤلاء نعرف الكثير منهم هذه همة عالية أخي هذا ما أراد حقيقة عندما حصلت هذه الثورة ما أراد أن يكون شخصا عاديا أراد أن يقدم ما يملك إذن الهمة موجودة في مجتمعاتنا أخي وفي نفس المدوار في مدوار الثورة السورية لاحظنا أن النظام ركز على قصف المدارس لم يستثني شيء الأطفال تركوا الشباب الجامعيين تركوا جاء نريد أن نربي الهمة في قلوب نفوس الشباب والفتيات في مسألة طلب العلم الهمة في طلب الأن من هذا يجب صور حقيقة لتكون عندنا صور من الواقع الآن وصور من عصر المصطفى عليه الصلاة والسلام ومن بعدهم لاحظوا اليوم جامعة حلب الحر على سبيل المثال القائمون عليها أصحاب همة المدارس المنتشرة اليوم ونحن نعلم أن الطيران يستهتفها ويقصدها أصحاب همة والمدارس حتى المدارس السوريين اليوم أخيه أصحاب همة هناك مشايق كثرة ولأسهيما في الداخل هم أصحاب همة يعني الكثير من المدرسين رفض أن يخرج الخارج أصحاب همة نقول لهؤلاء لقد سبقكم غيركم بمثل هذه الهمة فخذوا منهم واجعلوا ما عندهم زادا لكم يعني لو نظرنا إلى جابر بن عبد الله رضوان الله عليه يعني الهمم السابقة تختلف عن الهمم اللاحي قال يوم ممكن عندك أن ترنيت الوسائل العلمية أن ترنيت حاسب يعني عندك الكتب يمكن أن تطلع عليها بسرعة بعيدا عن الشراء جابر بن عبد الله سمع بحديث في الشام يشتري جملا أخي يشتري جملا ويسافر مدة شهر من أجل أن يسمع هذا الحديث أي تهمن هذه أخي همم عالية إذن همم يعني نماذج عدة أخي القاضي عبدالجبار يعني قراته في سيرته القاضي عبدالجبار الهمداني وهو حقيقة من شيخ المعتزلة وأنا قرأت سيرته في طلب العلم قال أصبت بالجرب وكان عندي زيت والطبيب وصف لي الزيت من أجل أن أداوي الجرب قال فخيرت بين أمرين بين أن أتحمل هذا الجرب وبين أن لا أكتب شيئا لأنه عندما يعالج يتعالج بالزيت لن يبقى عنده شيء ولن يقيد سيراجا قال ففضلت القراءة على الجرب أي نموذج هذا؟ إذن ابن الجوزي رحمه الله الذي اشتغل ولسيما في علم الحديث يعني هو يتحدث عن نفسه يقول ما كنت ألعب كما ألعب السبيان بل إنه يقول لا أذكر أنني لعبت يوما مع صبي وكان السبيان يقول كان السبيان يصبحون في نهر دجلة وكنت أخذ يعني أنزو إلى طرف لأحفظ شيئا من القرآن وكنت أسمع السند كاملا من المحدث فأحفظه ثم أذهب إلى البيت فأكتبه إذن همنا عالي يا أخي إذن نقول لإخواننا المدرسين لأبنائنا الطلاب إذن كونوا خير خلف لخير سلف أحيانا قد تضعف الهمة قد تدن الهمة ما هو أسباب ضعف الهمة ودنوها عندما تخالط أشخاصا قمما لا شك أن المعنويات ترتفع وأن الهمة تعلو يعني عندما نيمشي أحدنا مع شخص مثلا له خمسين مؤلفا وله خمسين بحثا وشخص آخر مثلا في مجال الرياضة كان العداء رقم واحد وشخص آخر في مجال القراءة في كل يوم يعني لا ينام قبل أن يقرأ مثلا خمسين صفحة ترتفع الهمة لكن تتصور لو أن الواحد مننا يجلس مع البطال ويجلس مع ذاك الذي لا يجد لحياته طعما إلا أن يأكل ويشرب لا شك أن همته تفتر أولاده أيضا التربية أخي لها دور كبير جدا يعني عندما نعلم أولادنا فقط كما يقولون على أكل البسكوت وعلى الأجياء الجاهزة وعلى الحركة الخفيفة لا شك أن هممهم تضعف ولكن عندما نقرأ لهم نماذج وسير من العباقرة ولا سير من سلفنا الصالح فإننا نشهده هممهم حقيقة تداركنا الوقت أشكرك دكتور حسن خطاف دكتور أفل عقيدة الإسلامية ونائب عميد كوليد الشريع في حلب سابقا على هذه الإطلاع الطيبة شكرا لكم لا يسعني إلا أن أشكركم أنتم إخوة المشاهدين وأذكركم بقول الشاعر ونحن قوم لا توسط بيننا لنا القبر دون العالمين أو الصدر وكما قالت العرب من طلب الراحة ترك الراحة أستودعكم الله على أمل اللقاء بكم في الحلقة القادمة إن أحيان الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحن بالأخلاق نورنا الحياة نحن للحق دعاة ورعاة نحن بالأخلاق نورنا الحياة نحن للحق دعاة ورعاة